صورة الجسد عند المرأة المنظور علم النفس يعني بالنهاية إذا منرجع نحن بالتاريخ المقدمة اللي قلتها وصلتنا على السوشيل ميديا بس دايما إذا منتطلع تاريخيا قبل السوشيل ميديا مع المجلات مع الأعلانات لما الإشياء صارت تتصور منلاحظ أن صورة الجسد تختلف عبر العصور هلأ بالنهاية هي صورة كتير مهمة وبدل أنه هذا الجسد يعني هو اللي بيعبر عنه هو أول شي منشوفه بالشخص الثاني لما منتعرف عليه قبل ما نحكي معه قبل ما نتعرف على أفكاره فهو إذا بدك هال اللي بتهم الكل بتهم الشخص اللي هو كيف شايف حاله وكيف العالم بتشوفه والشي دقيق بهيدا الموضوع هو أنه هالصورة متل ما ذكرت متغيرة عبر العصور حسب كيف الأطر والبروتوتيب اللي منحطها فيها وهون خطورتها أنه هي من نسابته يعني عم تحكي عن موضوع المرأة إذا منتطلع لورا شوي المرأة بالإعلانات مثلا كانت الزوجة والأم حتى بالصور بعدين صارت تتطور لتصير تنحط بغير صورة ومع صورتها لنفسها تتغير على أساس نظرة المجتمع لإله وقت تتحولت صورة الجسد لأبجاء إذا بدك هونيك يصار عنا نحنا صراع كتير كبير نعم يعني مثل ما ذكرت مدام شارلوت صورة الجسد عند المرأة أو حتى بشكل عام تتأثر بعدة عوامل نحنا اليوم حددنا مواقع التواصل الاجتماعي لأنه تتصدق أو لترند إذا فينا نقول ونحط إصبعنا على الجرح خاصة لجسد المراهقات اللي أكيد هذا موضوع كتير تريكي وخطر هلأ أنا بدأ أسمع منك كيف أو شو هي العلاقة بين صورة الجسد والصحة النفسية أوكي لما نحنا من نحكي عن العلاقة نحكي كعلاقة ككل نحنا صحتنا النفسية مربوطة بكل شيء صحتنا الجسدية بأدراتنا بعلاقاتنا الاجتماعية يعني هي إذا بدك شان مترابطة فما فينا نفصلهم هن مترابطين كلهم ببعض فالصورة نحنا لما منقول صورة هي دليل على شيء نعم دليل على صحة دليل على مرض الجسد بينقل وبيفرجك رمال هيك بنحكي كتير بالبسيكوسوماتيك أو الأمراض النفس الجسدية نعم اللي بيبقى أساسة نفسة مثلا فنحنا اليوم نعم الصحة وقت من نحكي نحنا عن صورة الجسد بررع بقول فيه كون الجسد صحي جدا والفحوصات تثبتها شيء بس الشخص ما انه حاسس انه جسد صحي وهون بتبلش القصص تبين مفاعلة نفسية أكتر كنتي عم تحكي عن المراهقات تمارا يعني بتجي مثلا المراهقة عندها الشروط الأساسية للصحة الجسدية عم بحكي من ناحية الوزن لأنه كتير يعني مربوطة صورة الجسد بإضطرابات الأكل مثلا فبالرغم من انه أخصائي التغذية بتكون أيلتلا انه جسمها كتير منيحة لحسب الكريتيري اللي هني بيحطوه وبالرغم من انها بتكون عاملة كل الفحوصات الجسدية اللي بتدل إنه هي كمان صحيا منيحة بس هي بتجي مش مقتن عليه مش لأنه ما في فاكت أو ما في حقائق مكنعة لأنه هي كيف شايفة تصورة للجسمة كيف البرسبشن كيف هي شايفته هو اللي امتعبه وهو اللي بده شغله وهو اللي ما انه واصل لهالتوازن نعم على هيدا البرسبشن عم بأثر الأشخاص اللي عم بيشوف عبرشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي من هون أكيد في سؤال بيترحالوا شو تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على إدراك إدراك الفتاة عفوا لصورة الجسد هي تأثيرة مثل تأثير أي نوع من الميديا لنكون واضحين نعم يعني بس هلأ وسائل التواصل الاجتماعي لأنه موجودة كل الوقت 24-7 الأكسس عليها دايم مش أبزوت مش دعاية مش مجلة منشوفها لسويني بنحط على جنب هون خطورتها بكترة التعرض لإله وبيتتصور النمط للإشياء كأنه صار فيه كريتيريا أنه لشروط الجمال لشروط أنك تكوني متميزة ونحن بنعرف أن نحن بمجتمعات كتير بتحط ضغط على الأشخاص بما يتعلق بالجسم يعني أول شي بيحكوا فيه العالم حتى بالمجتمعات قبل ما أوصل على السوشال ميديا المجتمعات الحقيقية ضعفانة ونصحانة ويليكي فلاني عملت هيك بتعرفي أنت بي لبقلك تعملي هيك عنا كتير استثمار لإشياء جسدية منحط بطريقة مباشرة وغير مباشرة تقل على التاني وبتكفيه السوشال ميديا نعم والسوشال ميديا ما أنا شي هالقد بسيط يعني نحن بنعرف أنه السوشال ميديا بتتكل على اللايكات بطريقة من الطرق فهاللايكات الزيادة بتكون كأنها تأكيد تعزز لقضر ثقتها بنفسها عم تعزز ثقة بالنفس أو بالعكس عم تضعفها أو عم تعطي قبول لهالنمط يعني إذا بيجي عليه كتير لايكات وأنا كمراهقة بقول ليك كم شخص أعجبهم هالشي فأنا لأعجبهم لازم كون مثل هالنموذج اللي قدامي فهون التعزيز إذا بديك عنده عنده كتير يعني تأثير على مختلف الأطراف مش بس على الشخص اللي هو عم تلقى تعزز على صوته نعم هلأ الوايف اللي هلأ رح نكون عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي summer body هذا موضوع جدا شائع وحتى يعني بديك تفيدينا أكتر مادام شلوت نفسيا شو تأثير كلمة summer body على الفتيات اللي هو إذا بنا نفوت أعمق فيه هو موضوع تجاري إذا فينا نقول مثل كتير إشياء يعني نحنا اليوم كرمال هيك أنا رابطة بالإعلان بالإعلام يعني القسم فيه عنا جسم للصيف وجسم للشطة هذا جسمنا يعني كتير مهم نعرف ويتعلم وخاصة المراهقين وهالعمر اللي عم تتوجهي له اليوم يا تماري عمر كتير دقيق بتمشي فيه أزمة الهوية أزمة الصورة أزمة تقبل نفسنا وجسدنا وتغييرات الجسدية اللي بتترافق بمرحلة المراهقة يعني هيدا هيدا بحد ذاته هو تشالنج وفيه تحدي كبير للمراهق وبيجوا هالكلمات ونحن ما بدنا أبدا نستقل بمعنى الكلمات وقيمتها وتأثيرها على اللاوعي طبع الأشخاص يعني السمر بادي سو بديوقف واحد بقول كيف يعني لازم يكون بالصيف جسم ما بقى لحق ما بقى لحق وليزم أضعف بسرعة ومنشوف حالات من تقيف على الأكل أو كمان يعني هلأ المراهقين بعد ما عندهم كتير أكسس على عمليات التجميل وعلى التثبيت بس منرجع ما نشوفها بمراحل تانية كمان أنه أنا لازم أعمل لازم أضبط ولازم أغير ولازم تصور سير مثل هالنموذج بغض النظر إذا بينسبني وبيلبق لي أو لا يعني هيدا موضوع كتير واسع بس لأرجع للصامر بادي الجملة بحط زيتها بتحط قل بتحسسنا أنه في شي مختلف لازم أنا سير حتدل له للصيفية وإذا في عنا ضعف شوي يعني إذا بديك بي ما بدي أقول بالثقة بالنفس بالتصالح مع النفس ممكن تحرك عنا نوع كتير كبير من الانجزايتي أو التوتر وخلينا نجرب نلاقي حلول يمكن ما لنا عايزينا لأنه ما في مشكلة أصلا صحيح بس نحنا بنرجع منقول أنه بالحياة في الفاكتس اللي هنه الإشياء الملموسة الملموسة وعنا الأبينيون أو القراء الشخصية وهي دي القراء الشخصية أوقات كتير بتأثر علينا وأراء الغير كتير بتأثر علينا بما أنك حكيتي عن الغير أكيد أنا السؤال اللي كنت بدي أطرحه أنه هون شو دور الأهل بما أنه عم نحكي عن المراهقات وبما أنه حلقتنا عن المرأة بشكل عام شو دور يعني من المقربين العيلة الرفقة بموضوع أكيد تقبل صورة الجسد حب أكيد الجسد وعدم التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي هلأ قلتي عن دور الأهل والمحيط ما نحنا كنا عم نذكره أنه عنا تعليقات أوقات نفكرها كتير بسيطة بس المتلقلة إليها بيعيشها بغير طريقة يعني نحنا كلنا بنعرف وإذا طلعنا حوالينا في عنا تعليقات أكلت كتير خفف أكل بكرة بتنصحي بكرة بتنصح شوفها عند كمان المراهقين في تعليقات يعني أنا بتذكر أنه أوقات يعني سمعتها من كذا حدا أنه مثلا ابني أو بنت كتير حلوين لو هيد الشي مثلا تم هيد اللو كتير صعب على الولاد لأنه أول الشي هي مربوطة فيه هي جزء منه هي بالهوية تبعه بالإدانتية تبعه وأنا شو عم بقل له عم بقل له بدك تغير بحالك تبدك تغير بحالك بهدف شو لتصير أحلى لتصير أنا شايفك أحلى لتصير اتقبلك أكتر أو للي ممكن بطريقة غير مباشرة نحسسوا فيها أنه أحبك أكتر أو بلأ أكتر فكلها هيدة ممكن تخلع كتير صراعات بتعززها أكيد مثل ما قلنا النظرة نحن عم نحط بلوتو تايب فبتصير المراهقة اللي بتحس حالها طلعت شوية عن شو مفروض يكون مع أنه ما في شي مفروض تحس بالتقصير بتحس أنه صارت بدا تخبي حالها وشفنا موجة كتير كبيرة كمان من الأشخاص برشو مثلا يلبسوا تايب واسعة يخبوا تفاصيل بجسمهم يعني هاي دي كلها أنا عم بقصد إذكرة لأنه بتخلينا ننتبه أنه هالمراهقة عم بتعيني بشي محال فبتخلي بتساعدنا نتدخل كمان بك لهك كيف الأهل فيهم يكونوا عم بيتعاملوا بشكل عام المحيط كيف فيهم يعني إذا ما نعطيهم هيك نصايح لأنه مثل ما ذكرت مع دام شرلوت الأهل اللي نظهر هن الأساس إذا فينا نقول والمحيط خاصة إذا المرأة بتتأثر بالبارتنر بالأشخاص المقربين منها من صديقاتها فوقع الكلمة ما بيكون هين حتى لو كانت يعني الكلمات اللي ذكرتين هو كلمات معوادين على لسنة مثل ما منقولهم نصحاني أو لازم تضعف أو لو فكيف فينا نكون عم نعطيهم نصايح نفسية ليكونوا عم بيساعدوا محيطهم ويساعدوا نفسهم من هذا الموضوع سوى أنت هلأ بديك النصايح للأشخاص اللي عم يتلقوا الكلمات ولا للتعامل للأهل كيفين يتعاملوا للمحيط للزرط للضايقة نحنا بنانتبه كتير مش بس بصورة الجسد كيف نحنا عم نعطي تعليقاتنا خاصة للولاد كيف منفسرهم الأشياء كيف منبني الحوار معهم تعليقاتنا كيف بتكون مبنية على ردات فعل أو على واقع أو على على نقاش إذا أنا فعليا هوني ما عم بقول أنه أبدا في دور للأهل كمان تنظيمة لأنه نحنا بنعرف أنه مع السوشال ميديا اللي عم نحكي عنا كتير اليوم اترافقت كمان بأشياء جسدية عند المراهقين مثل زيادة الوزن وصار في خطورة على صحتهم يعني كرميل هيكي أنا ما كنت بدي أفوت بأشياء سبسيفيك لأنه الموضوع كتير كبير المهم نحنا وعمل رائب أولادنا نعرف كيف ندخل معهم كيف نكون بنيين أصلا علاقة ثقة من قبل المراهقة نعرف كيف نطرح المواضيع اللي إلي علاقة بجسدهم وبصورتهم وكيف نتلقى كمان كلماتهم وأسئلتهم نعرف قلت إنه الأهل قلوا ندور كبير قلوا ندور كبير أكيد بس صدقيني هلأ بعصر السوشال ميديا الرفقة الرفقة والسوشال ميديا عندها دور كتير كبير الأهل ما عم يقدروا يعني إذا بتجي الأم بتقلها كل الوقت أنت بتجانني وكتير حلوة بس هي شايفة شي بختلف هناك صدقيني عم يتأثروا بهيداك فعدا نخفف شوي تقل عن الأهل أكيد نحنا بمجتمعاتنا عنا تعليقاتنا اللي لازم كتير ننتبه له وما نستعملها وما نقول بس كمان لازم يصير فيه توعية كتير كبيرة مربوطة بهيدا الموضوع مربوطة بشو عم بيتابعوا على المراهيقات والوقت اللي عم بيقدوه على السوشال ميديا لأنه كمان إذا ما في عليه كنترول كترة التعرض بدي تأثر أكيد يعني منا قصة مرة أو مرتين هيدا اللي كنت عم بذكروا إنه هال إشياء المفتوحة دايما ونحنا بنعرف إنه الشخص اللي خلق عنده توتر على موضوع رح يضل يتابع هيدا الموضوع كل الوقت وهيدا الشي رح ينعكس سلبيا فأكيد في دور لألنا كلنا بالمجتمع ننتبه على تعليقاتنا على كلماتنا على كيف منتوجه للمراهقة وللمرأة وللراجل كمان وعنا دور كمان داعم لازم يكون لنعرف كمان ونعلم أولادنا والمراهقات والشباب كيف يحبوا يتقبلوا جسمهم نحن كمان في نقطة أساسية بينسوا أوقات الناس هنا وعم يتطلعوا بحالهم إنه في أشياء جينية بشكل الجسم يعني بتبقى بنت بدأت تضعف وتوصل لإياسات معينة بس هي جينتيك ما جسمها مرح يوصل لهنيك وهون بيفوت صراع كتير كبير وأوعاده كتير كبيرة فهون اللي كنت عم بحكي الابينين والفاكت فيه بيناتهم كتير نعم مثل ما بتعرف نحن حديثنا اليوم عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على إدراك صورة الجسد عند الفتاة تحديدا فالتأثير ممكن يكون سلبي وممكن يكون إجابي فلما نكون كتير سلبيين بدي أسمع منك شو هو التأثير الإجابي لمواقع التواصل الاجتماعي على إدراك صورة الجسد عند الفتاة يعني أنا ما بحب أعطي مواقع التواصل الاجتماعي هالحجم الكتير كبير نعم يعني هيدا صورة الجسد بدنا نتذكر انه هي مربوطة فينا نحنا. مربوطة بالشخص. مربوطة بحاله. مربوطة بتاريخيته. مربوطة بخبراته. نحنا اليوم كأعلام عنا يعني. لانه انا دايما بحطه هلأ. من ناحية الاعلام والاعلان مع انه ما في كنترول عليه للأسف. بس انه هو الشي عم بشوفه الشخص على الشاشة. اكيد عنده جزء التوعوي اللي لازم يكون مربوط فيه. بس اليوم شفناها بكتير عروضات اذياء مثلا. اذا يعني اذا منرجع لبطل البروتوتيب طبع المنكان هو ذاته او عارض او الموديل هو ذاته. شفنا عروضات اذياء عم تستقبل سيدات من كافة الاياس. دور اذياء وبرانس كمان كانوا عم بيشجعوا. انه شو ما كان الاياس ما في اياس الاديال. هيدا الصورة بعتقد اللي لازم نشتغل عليها اكتر بالدعايات. بيعه يعني بعروض الازياء بالصور اللي منحطها للمرأة عن جد تكون هالصور متنوعة وبتشبه المجتمع وبتشبه الواقع. لا لانه كل شخص لما بيشوف انه ما بقى فيه بروتوتيب ما فيه نموذج واحد هو المطلوب رح يتصالح مع اللي هو فيه. اكيد. بنهاية حلقتنا مادام شرلوت كلنا بحاجة لنصائح ايجابية نفسية لكيف فينا نكون عم نعزز علاقتنا مع جسدنا. فبس اكيد بدت تخبرنا ياهون قبل ما نخطب. يعني انا اللي اللي بقوله العناية بالنفس هي اساسية. النفس اللي هي كلها هي الجسد والصحة النفسية والعليقات اللي نحنا بنبنيها. قدين احنا منعمل self care قدين منهتم بالشغلة قدين احنا منعطيها ومناخد مننا. لما ذات الشي ما حالنا لما منهتم بحالنا لما منعتني بنفسنا لما منعرف شو منحب لما عن جد منرجع للاستثمار بالذات هو الشي كتير ايجابي لانه بيعطينا قصص نتكل عليها بوجه كل التحديات والسترس والقصص اللي منتعرض له. اكيد المعالجة النفسية شرلوت خلين انا بدأ اشكرك على ديما نصائحك البناء اللي بتقدمين لنا ياها. شكرا لك. مرسي لك. مشاهدينا فاصل ومنرجع لكم. مرسي لك.